هو يتهم الصدر بأنه قبض من السعودية في ذهابه إلى السعودية ويقول أن الشيخ قيس الخزعلي قال ذلك بنفسه أنا أطالبه بتصريح الآن يعطينا يا الآن قدام الجمهور متى الآن عندكم يوتيوب الآن وإلا حاشاه وحاشاك اتهمته بالتضليل أنا لا أعرفه اتهمته بالتضليل أريد الآن أن يضرب على يوتيوب جوجل أنستا فيس طيب 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 سادامير 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 شيخ قيس الخزعلي أكمل محمد سادامير بس أقفل هاي جزئية هاي جزئية خلي بس هو راح يجاوبك عليها شغيت بس خليني أنا أقول لك سادامير هو من يقدر ينتقد مقتدى الصدر والعباس هسان إذا انتقدب بغداد ما أبقى ساعات من يقبل جمهوره تارا وانتقبلوا انتقد مقتدى الصدر بس أنا كأعلامي أقدر انتقد المالكي أقدر انتقد لعبادي أقدر انتقد عمار الحكيم بس ما أقدر انتقد مقتدى الصدر لأن يذبحونه طبعا أنت طلعتني من القضية راح أجاب سؤالك وأرجع يعني طبيعي جدا أنه ننتقد السيد مقتدى الصدر لا لا بس لحظة لحظة قبل أن أجيبك أطالب ضيفك الكريم أمام جمهور زاكروس أن يخرج لي تصريحا مرئيا لقيس الخزعلي أو قيادات الحشد التي انشقت من الصدر تثبت أموالا من السيد بن سلمان شتم الصدر في تشرين وسب الصدر في تشرين وسب والده ومزقت الصور وكله موجود في مناطق الجنوب وعند الشروقية وكان التصرف من الصدر أنه قال أما أنا فاتركوهم قال هكذا لأنصاره وأما والدي فأقف أمام الله هو الأخرج لدين ويعلم أن رجال دين يعلمون أن هناك حقوقا يوم الآخرة شكرا لك شكرا لك شكرا لك